السلام عليكم عندك حساب بنكي في الحساب أو الشعبي أو البيمسيو أو أي بنك يوفر للزبناء وخدمات أونلين ويوفر تطبيق في أب ستور فهذا الفيديو سوف يفيدك مزيان وإن شاء الله عمر شي واحد يقدر يديرها بك ويدي لك فلوسك بشرط إلى تبعتي هذا الشيء اللي سوف نشرح لك في الفيديو إذن على بركتي الله مؤخرا وإنك نسمعه بزاف ديال الناس كيت نصب عليهم ويمشوا لهم فلوسهم طرق خبيتة وماكرة ومن بين هاد طرق هو أن هاد النصاب كيختار الضحايا دياله بعناية بحيث كيمشي عند الناس اللي كيبيعوا أونلين في مجال تجارة الإلكترونية مثلا وكيمشي الماركت بلايس أو الجروبات ديال بيع وشري في المغرب وكيحاول التواصل مع صاحب سلعة وكيطلب منه يوجد لي واحد كمية اللي كبيرة وكيطلب منه كذلك يعطيه رقم الحساب البنكي والاسم والناسب ورقم الهاتف ورقم البطاقة الوطنية بحجة أنه غير سلي الفلوس في الحساب دياله ومن بعد ما كياخد هاد المعلومات كيقد صورة معدلة بالفوتوشوب فيها نفس المعلومات البائع اللي غيبي عليه السلعة وفيها التمن اللي يتفقوا عليه وكيرسل لي الصورة في الواتساب وهنا كيدوزل أخطر خطوة هي كيرسل رسالة على شكل اسم اس بوفي وهاد الخاصية كتقدمها لنا بعض البرامج بحيتي ممكن لك تغير الرقم دياله وتكتب فيه اي رقم او اسم بغيته وهنا نصاب كيختار مثلا الاسم ديال البانك اللي عندك مثلا سياش بانك او شعبي او اي بانك اخر وكيرسل الرسالة فيها باللي نفس المبلغ المتفق عليه وصلك للحساب ديالك مليك توصلك انت هاد الرسالة وكيبلك فيها انها جاية من البانك اللي انت مسجل فيه كيمر نصاب للخطوة الاخيرة باش يضمن انك ما تقدرش دخل التطبيق وتعرف فعلا بان دوك الفلوس وصلوك للحساب ديالك بحيت كيمشي يدخل للتطبيق وكيحاول يدخل الرقم السري اكتر من ثلاثة ديال المرات باش كيتبلوك التطبيق لمدة 24 ساعة وحتى الى دخل البائع وماخد مشلية التطبيق كيقل واقع الى السيستم طايح وكيف كتعرفوا فعلا معظم الخدمات عندنا في المغرب كيطرى لك بحلاكة الى بجدد دخل التطبيق ديالك اما كتلقى الكونيكسون نقصة او لا كتلقى سيرفر ديال الشركة طايح وهنا كيتأكد مية في المية باللي سيد صفت له فعلا الفلوس وما كيبقاش عندو دكش وهنا كيعطي لنصاب سلعة دياله وكتكون النصب تيالك بطريقة احترافية اذا اخي اختي السؤال اللي غيطح لك ده بفراسك هو كيفاش غادي ندير باش نتجنب هاد النصاب فكما كتعرفو اختي دائما ما كنلقى الحل الا من بعد ما كيكون المشكل فليحد الان فالحل الانسب باش انك تجنب هاد طريقة ديالت النصب هو ان الحساب البنكي ديالك يكون فيه واحد الرقم انت على الهاتف اللي خاص بك انت شخصي مثلا كتخدم به مع العائلة فقط اما بالنسبة الرقم الهاتفي اللي كيكون فيه الخدمة مثلا وكيكون عند الكليون ديالك فمن الاحسن تديرو برقم مغاير للرقم اللي ربط انت مع الحساب البنكي ديالك غا تقول لي علاش هنا غادي نقول ليك باللي مثلا قدر الله وتحطي في هاد النوع ديال النصابة فمن لي غادي وصلك ميساج او رسالة في رقم الهاتف ديالك باللي فعلا توصلتي بهذا المبلغ في الحساب ديالك البنكي فانت كتعرف باللي اصلا هذا الرقم ما ربطوش انت باي حساب البنكي وكتعرف وكتأكد باللي فعلا كنتي غادي تتعرض للسرقة والنصب وهنا تتكون تفاديتي هاد النصابات اذا نحتمان الى عجبك الفيديو قمت بجيام وبرتاجيه مع الاصدقاء والعائلة باش حتوما ما تنصبش عليهم ولكنت هدية اول زيارة لك اخي اختي القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا اول باول وعيد مبارك سعيد